ويزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخش عليكم وولأ لنا كده لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فبدأ الناس يتعاملوا مع الحياة بغير حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هم كانوا عايزين يعملوا إيه بقى؟ عايز كل واحد فيهم يبقى مكان رسول الله فيفهم مولاده وأهل بيته أنه هو ببعض المظاهر اللي هو بيعملها وكأني هو السورة سورة رسول الله والله إنت لسورة رسول الله ولا فكرة إيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من أنت بتعمل الجريمة دي إحنا لما بنقول الشهادة بنقول الشهادة معناها أشهد أن لا إله إلا الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وأشهد أن محمد رسول الله ليس كمثله مخلوق فالله سبحانه وتعالى يقول وكان فضل الله عليك عظيمة أنت في حتة تانية يا محمد أنت مخلوق ليس ككل مخلوقات فديرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جوة ديرة حب الله فكل ما يزيد حبك لرسول الله كل ما يزيد حبك لله وعشان كده ما فيش حد عاقل يخلي حب رسول الله في مقابلة حب الله وعشان كده حضرة النبي طمننا أن ما يخاف محدش يخاف أبدا على أن حبه ممكن يفتح باب الشرك على ولو إحنا عظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أولادنا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إحنا نحط رسول الله في المكان الحقيقية في كل لحظة إيه اللي حصل؟ كانوا عاشوا وعندهم سند ما كانش حسوا أنهم ملهمش ظهر لدرجة أن إحنا هيعتبر أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أولادنا سعيتها هيعتبر أن رسول الله مش حد جابلهم رسالة وانصرف لكن هيبقى وسندهم وصحبهم وهيبقى معاهم على طول الخط لأن رسول الله يقول أعمالكم معروضة علي فما وجدت فيها من خير حمدت الله وما وجدت فيها من غير ذلك استغفرت الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لنا قل زيك أسوأ ما فعلناه في التربية إن إحنا نزعنا التربية مفهوم التربية عن مفهوم التسكية فبيننا من رب أولادنا لا لشيء إلا لسوء العمل فبيننا من رب أولادنا مش على الحقيقة لازم نرب أولادنا في ظل ونفس ومسواها فألهمها فجورها وتقوها فقد أفلح من زكاه فنخلي التربية مكانها الطبيعي التسكية والتسكية لا تكون إلا برسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم باب التسكية الأكبر رسول الله عمود الحياة حب رسول الله عمود حياتنا وبغيره عن عيش بلا سند ولا ظهر لأن الله سبحانه وتعالى جعله سندا لنا لو جاءوني قال كده حضرت النبي ربنا علمنا إن حبنا للرسول الله طويل والكلام عنه ما لوش آخر وما لوش نهاية قال لو جاءوني من كل باب ما دخلوا إلا أن يأتوا من خلفك يا محمد كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله وزي الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل طول الحب وطول العشق وطول كل المحبة وكل السعادة والأمل والعمل الصالح والتعلق برب العالمين والتعلق بالأخلاق الحسنة كل ده وعشان كده نعيش بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء لازم نعمله في كل يوم في الصباح والمساء في الصباح والمساء زي أسكر الصباح والمساء كده إنك تسلم على رسول الله وإنت مستحضر إن رسول الله عيرد عليك السلام تقول السلام عليك يا رسول الله فيرد رسول الله عليك السلام تستشعر إن هو بيرد عليك السلام في الصباح وفي المساء تاني حاجة أعلموا أولادكم إن لهم ظهر فوق أبوه جده أسلته مهما تفككت فهو عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل به على الله سبحانه وتعالى فيقبله فالصلاة على رسول الله سلام بتعلم أولادنا ما معنى أن الله معهم فعلموا أولادكم أن يدخلوا على الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تالت حاجة أنا شايف إن إحنا لازم نعلم أولادنا ونعلم نفسنا إن إحنا نبحث عن أكتر حاجة بتوجعنا زي العصبية مثلا ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر مرات لما نجي نغضب وإيئه اللي حصل وصدقوا لما قالوا صلى الله عليه وسلم صدقوا الناس لما قالوا صلي على الحبيب قلبك يطيب رابع حاجة احنا محتاجين نعملها عشان نكون مع جليس حب رسول الله نجلسوا كل يوم جمعة وقرأوا حديث من أحاديث رسول الله ويا حبازة لو كان الأحاديث ده من حديث الاربعين النووي اللي هي اربعين أصل من أصول الحياة وضعها الإمام النووي فنكلم ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كل أسبوع نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أولادكم خامس حاجة علموا أولادكم إن هم يعملوا إيه إن هم يسمعوا مديح رسول الله ووصف رسول الله وصيرة رسول الله على الدوام خلوهم يسمعوا ويعيشوا مع رسول الله ويحبوا رسول الله يسمعوا وخلوا قلوبهم يسمعوا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا حبيبي يا رسول الله يا رب اجعل البلاد والعباد يعيشوا في سعادة وهنا ويتفتح عليهم أبواب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسعدوا ويتهنوا ويتكتب لهم مع الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد على الدوام يا رب العالمين